السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وصديقاتي طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي مرحبا بكم معي أنا معلمتكم حياة الزهراني وزميلي في لغة الإشارة الأستاذ بندر الصالح المادة لغتي موضوع الدرس حرف الدال المكون الأول والثاني والثاني والثالث في جميع أمورنا يا أصدقاء نبدأ بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو غلاف كتابنا لمادة لغتي نجد يا أصدقاء هنا اسم المادة اسمها لغتي وأيضا ما هو لون كتابنا الوردي أحسنتم رقم واحد هنا الصف الأول الابتدائي ماذا نشاهد على غلاف الكتاب؟ أحسنتم رائعين صورة أسرة فواز ونورة كم عدد الأفراد في هذه الصورة؟ أو في هذه الأسرة؟ خمسة أحسنتم واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة خمسة أفراد في هذه الأسرة لدينا هنا دليل الأسرة وهو الفهرس الذي يتضمن الأنشطة الخاصة بإشراك أولياء الأمور مع أبنائهم الطلبة نجد هنا رقم الوحدة الأولى والثانية والخاصة بالفصل الدراسي الأول هنا عنوان الوحدة وهنا النشاط وهنا رقم الصفحة لدينا هنا الفهرس الخاص بالوحدة الأولى الفهرس يا أصدقاء يسهل علينا البحث عن رقم صفحة الدرس نبحث في دروس الوحدة ثم ننتقل إلى الدرس الرابع حرف الدال سنجد أن صفحات هذا الدرس تبدأ من الصفحة رقم 38 هذا هو غلاف وحدتنا إذن يا أصدقاء نحن في الوحدة الوحدة الأولى أحسنتم ما عنوان وحدتنا؟ أسرتي رائع هل تعرفون مجال هذه الوحدة؟ مجالها اجتماعي ما هو لون وحدتنا؟ الأخضر أحسنتم يا رائعين يوجد هنا الحروف التي نتعرف عليها في الوحدة الأولى تعرفنا على حروف سابقا ما هو هذا الحرف؟ حرف مي محسنتم وهذا حرف با وهنا حرف لا محسنتم وهنا الحرف نا الجميل الذي سنتعلمه اليوم حرف الدال أحسنتم يا رائعين هنا صورة تجمع أسرة أفواز ونورة بأسفل الغلاف رسالة موجهة للأسرة العزيزة لدينا هنا دليل الوحدة في كل دليل يوجد به الكفايات المستهدفة إذن اليوم إن شاء الله في درسنا الاستماع وأيضا التحدث وأيضا القراءة أو بعض من القيم والاتجاهات هيا بنا يا رائعين الآن نجلس في مكان هادئ ونجلس جلسة صحيحة لا ننسى أن نحضر كتاب لغتي وقلم الرصاص وأقلام التلوين ونستمع جيدا إلى شرح المعلمة ممتاز أصدقاء قبل أن نبدأ في درسنا دعونا نتعرف على الحروف التي تعلمناها في الدروس الماضية نتذكرها أول حرف تعلمنا حرف المي محسنتم وبعد ذلك حرف الباء رائع ثم حرف اللام ممتاز إذن تعرفنا على ثلاثة حروف اليوم إن شاء الله لدينا صديق جديد وحرف جديد سنتعرف عليه وهو حرف الدال سنتعرف الآن على شكله أولا نسمي الحرف ونلونه نلاحظ الصور ونتحدث ثم نستمع نلاحظ الصور ونقرأ نجيب عن الأسئلة المطروحة هيا بنا الآن نفتح الكتاب يا رائعين على هذه الصفحة صفحة رقم ثمانية وثلاثين نبحث في الكتاب عن هذا الرقم رقم صفحة درسنا اليوم ممتاز فتحنا الكتاب على هذه الصفحة لنتعرف الآن على مكونات درسنا إذن نحن في الدرس الرابع هذا رقم أربعة إذن نحن في الدرس الرابع لدينا حرف جديد وهو حرف حرف الدال انظروا إلى شكل حرف الدال ننظر إليه الآن هنا منفصل وهنا متصل إذن يا أصدقاء نلاحظ شيء جديد علينا في هذا الحرف أنه يتصل من جهة واحدة ممتاز من الجهة اليمين ولا يتصل من هنا سنتعرف إن شاء الله على ذلك في الدروس القادمة الآن نحن في المكون الأول أسمي الحرف وألونه إذن يا أصدقاء نلاحظ هنا شكل حرفنا الجديد بالأعلى يوجد رابط للدرس الرقمي عن طريق هذا الباركود وهنا صورة نلاحظ هذه الصورة يا رائعين دعونا ننظر إليها ماذا تشاهدون؟ ماذا نشاهد في هذه الصورة؟ دراجة أحسنتم يا رائعين دراجة هل تعرفون أول حرف من هذه من اسم هذه الدراجة؟ دراجة ممتاز حرف الدال إذن هذا هو حرفنا اليوم والذي هو أول حرف من اسم هذه الصورة وهي الدراجة ممتاز إذن هذا هو حرفنا الجميل ما لون حرفنا يا أصدقاء؟ ملون هنا في الكتاب باللون البرتقالي أحسنتم أريد منكم الآن يا أصدقاء أن نحضر أقلام التلوين إذن ما اسم حرفنا اليوم؟ حرف الدال أحسنتم حرفنا اليوم هو حرف الدال سنفعل الآن ماذا؟ التلوين رائع سنلون حرف الدال على ماذا يا أصدقاء اتفقنا سابقا عند التلوين؟ أحسنتم نختار اللون المناسب ما هو اللون هنا الذي سنختاره؟ اللون البرتقالي ممتاز كيف طريقة التلوين؟ أحسنتم سنلون من الأعلى باتجاه الأسفل ومن اليمين باتجاه اليسار ممتاز كيف سنمسك بأقلام التلوين؟ مثل ما نمسك قلم الرصاص هيا يا رائعين معكم الآن دقيقة واحدة لتلوين حرفنا حرف الدال شكرا للمشاهدة خبتك شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة 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 من الذي بيده؟ جريدة بارك الله فيكم الصورة الاخيرة نلاحظ ماذا نشاهد من هذا؟ هذا فواز ممتاز وهذا صديقه صديقه ماذا يفعل فواز؟ احسنتم يلعب بالكرة مع صديقه احسنتمي رائعين اريد منكم الآن الاستماع إلى النص الذي سأقوله لكم قال فواز امي تسقي ورد الحديقة وأبي يقرأ الجريدة وأخي يركب الدراجة وأختي تحمل دميتها وأنا ألعب مع صديقي خالد ممتاز شكرا لكم يا أصدقاء على حسن الاستماع إلى النص اذا من الذي كان يتحدث ويقول عن هذه العائلة ماذا تفعل؟ ممتاز فواز كان يتحدث بدأ بمن يا أصدقاء؟ بالحديث عن من؟ احسنتم بدأ بالحديث عن والدته فماذا قال؟ احسنتم قال أمي تسقي ورد الحديقة وانتهى بعد ذلك بالحديث عن من؟ احسنتم عن نفسه فماذا قال؟ وأنا ألعب مع أحسنتم مع صديقي خالد ممتاز إذن يا أصدقاء سننتقل الآن إلى المكون رقم ثلاثة لازلنا يا رائعين في الدرس الرابع حرف الدال ولدينا الآن المكون الثالث ألاحظ الصور وأقرأ لاحظ الصور الآن إنها مرتبة صحيح؟ مرتبة بحسب الأحداث التي تحدث عنها فواز إذن بدأ بالحديث عن من؟ ممتاز عن والدته وانتهى بالحديث عن؟ عن نفسه ممتاز الآن سوف أقرأ يا رائعين في الصفحة رقم أربعين كما أشير الآن هي الصفحة التي تلي الصفحة السابقة سأقرأ وأنتم تستمعون إلي قال فواز أمي تسقي ورد الحديقة وأبي يقرأ الجريدة وأخي يركب الدراجة وأختي تحمل دميتها وأنا ألعب مع صديقي خالد ممتاز نستمع الآن مرة أخرى إلى قراءة المعلمة قال فواز أمي تسقي ورد الحديقة وأبي يقرأ الجريدة وأخي يركب الدراجة وأختي تحمل دميتها وأنا ألعب مع صديقي خالد ممتاز نستمع مرة أخرى لقراءة المعلمة قال فواز أمي تسقي ورد الحديقة وأبي يقرأ الجريدة وأخي يركب الدراجة وأختي تحمل دميتها وأنا ألعب مع صديقي خالد ممتاز شكرا للاستماع الآن يا أصدقاء سأقرأ وأنتم ترددون من بعدي قال فواز رددوا يا أصدقاء أمي تسقي ورد الحديقة وأبي يقرأ الجريدة وأخي يركب الدراجة وأختي تحمل دميتها وأنا ألعب مع صديقي خالد ممتاز وأخي يركب الدراجة وأخي يركب الدراجة وأختي تحمل دميتها وأنا ألعب الحديقة وأخي يركب الدراجة وأخي يركب الدراجة وأختي تحمل دميتها وأنا ألعب مع صديقي خالد أحسنتم يا أصدقاء على الترديد بارك الله فيكم ما رأيكم الآن؟ سوف نقوم بترديد الكلمات الملونة فقط ونلاحظ يا أصدقاء ونحن نقرأ نلاحظ حرف الدال وكيف ننطقه ورد نردد مع المعلمة ورد الحديقة الجريدة الدراجة دميتها صديقي خالد أحسنتم يا رائعين بارك الله فيكم لازلنا يا أصدقاء في الصفحة رقم 40 نلاحظ أننا في المكون يا أصدقاء الثالث أقرأوا هيا بنا الآن نردد قراءة هذه الكلمات مع المعلمة أولا سنقرأ الحرف بعلامته ماذا نلاحظ فوق الدال؟ ما هي العلامة؟ فتحة أحسنتم فنقول د دراجة رددوا مع المعلمة د دراجة ممتاز هنا الحرف في نهاية الكلمة يكون ساكن فنقول ورد 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 ممتاز هنا د د لكن أتى بعد حرف الدال بعلامته الكسرة أتى بعده هذا الحرف فيكون صوته طويل فنقول حديقة 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 أحسنتم هنا الكلمة التي تليها ما هي الحركة فوق الدال؟ ضم ممتاز فكيف سننطقه؟ د ممتاز دمية 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 خالد خالد أحسنتم يا رائعين على ترديد القراءة نلاحظ يا أصدقاء أن الفتحة بأعلى الحرف والكسرة يا أصدقاء بأسفل الحرف ممتاز عندما يكون الحرف في نهاية الكلمة كيف سننطقه؟ ورد خالد ممتاز إذن يا أصدقاء استفدنا من هذا النص الشيء الكثير ماذا استفدنا؟ ممتاز نشاهد أن تلك العائلة لديها أهتمامات ما هي أهتمامات أم فوز؟ لديها أكيد أنها لديها أهتمامات كثيرة ولكن ماذا كانت تفعل؟ أحسنتم مهتمة بورد الحديقة فهي تقوم بسقايته أيضا الأب يا أصدقاء يحب القراءة إذن ماذا كان يفعل الوالد؟ والد فوز ممتاز يقرأ في الجريدة وأيضا نورة لديها اهتمامات أحسنتم فهي تلعب خارج أوقات الدراسة وياسر يا أصدقاء هل هو يدرس؟ لا يدرس إذن ماذا يفعل؟ إنه يركب الدراجة أحسنتم ويلعب في الحديقة وكذلك فواز لديه أصدقاء أحسنتم إذن ما اسم صديقه؟ اسمه خالد ممتاز ماذا يلعب؟ عفوا اسمه؟ اسم صديق خالد ما اسمه يا أصدقاء؟ نعود إلى الناس إذن فواز صديقه اسمه خالد أحسنتم إذن ما اسم صديق فواز؟ خالد والذي كان يلعب معه بالكرة هل كان فواز يلعب مع صديقه في أوقات الدراسة؟ ممتاز كان يلعب معه خارج أوقات الدراسة دعونا الآن نجيب على بعض الأسئلة ما الذي كانت تفعله أم فواز؟ ممتاز تسقي وردة الحديقة رائعين مع من يلعب فواز؟ مع خالد أحسنتم يا أصدقاء بارك الله فيكم إذن تعرفنا على حرف الدال وعرفنا أيضا عرفنا شكله إذا كان في بداية الكلمة وإذا كان في نهاية الكلمة كذلك على أصوات الحرف من خلال تلك الكلمات ما هي العلامات يا أصدقاء التي تعرفنا عليها بصوته القصير؟ الفتحة دا وأيضا دو دي أحسنتم يا رائعين تعلمنا اليوم سمينا الحرف ولوناه لاحظنا الصور وتحدثنا ثم استمعنا لاحظنا الصور وقرأنا أجبنا عن الأسئلة المطروحة انتهى يا أصدقاء درسنا لهذا اليوم ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر